السلام عليكم اهلا بكم النهاردة هنعمل مع بعض فيديو لذيذ بسيط اقتصادي جدا وهو طريقة عمل الزبادو بمشروب الزبادو بطرق مختلفة اقتصادية جدا فاول طريقة ان انا اجيب كوباية من اللبن احط عليها شوية من او معلقة من العسل الابيض والعسل الابيض هنا مفيد جدا للناس اللي هي عندها قرحة وعايزة تأكل زبادي لان اللي بييكلوا زبادي وعندهم قرحة او اي مشكلة في المعدة فبيزودوا الحمودة عندهم فبيسبب مشاكل لكن لو حلوو بإضافوا العسل الابيض فهو بيعادل للحمودة اللي في الزبادي يبقى مفيد جدا ليهم لان العسل الابيض لو اضفناه على كباية مية وشربه اللي عنده حمودة او عنده مشاكل في المعدة او القولون فده بيعالج الكرح والحاجات اللي موجودة بدون اضاف الزبادة او لبن او اي حاجة لكن لو عايزين يشربوا بقى شروب الزبادة او الزبادة نفسه ويستفادوا منه فبيضيفوا العسل الابيض وبلاش يضيفوا السكر فانا اضافت هنا كبات اللبن وعليها عسل ابيض وبعد كده هنضيف عليها مثلا انا اعزلنا من الزبادة بالموز هنحطي قطعة الموز او اي نوع يعني فكرة احنا عايزين بعد كده بضربوا في الخلاط وبعد كده لسه ما اضافناش حاجة مهمة اللي هي الزبادي لانا اضيف معلقة زبادي او معلقة ونص بعد كده انا بضربوا في الخلاط بالمنظر ده وقالي بالحضرات كنت بعد ما ضربناه في الخلاط بقى هو ده مشروب الزبادو بالموز طيب انا عايزة اعمل مسعن بالفراولة نفس الحكاية يعني نفس المقدير ونفس الطريقة فانا بجيب كوباية لبن متل جاء بكون طبعا لو هو لبن حليب بيبقى غليينه ومبردينه او اي نوع من اللبن لبن اللبن بودر هنشوف برضا هنعمله اللبن البودر لو ما فيش لبن حليب او اي لبن اضيف لبن عن حسب الرغبة. والعسل كميته حسب ايه الرغبة. وهنضيف العسل ايه? الابيض. وزي ما قلنا فوايد العسل الابيض لازمتها ايه? مع ايه? مع مع يعني فايدته ايه مع الزبادي للناس اللي عندها قرحة. بعد كده انا بضيف ايه الزبادي يعني بحطينا الزبادي والعسل واللبن. بعد كده انا هضيف. انا عايز اعمله بالفراولة. الفراولة كمان عندها اضيف الفراولة على ايه? الفراولة معه اللبن والعسل. او اللبن والسكر. وبرده اخدهم واضربهم. يبقى هنا حطينا فراولة. هنا حطينا الزبادي اعطينا العسل الابيض او السكر مع كبات اللبن المتلجة. هنشان نعمل مشروب الزبادو الاقتصادي بطريقة صحية سواء للناس اللي عندها قرحة في المادة او سواء ما عنده عيش. ده شكل المشروب. ده شكل مشروب الزبادو بالفراولة. بعد كده لو انا ما عنديش لبن اه حليب. اه لكن عندي زبادي وعايزة اعمل الزبادو. يعني فيش مشكلة انا بجيب كبات مية متلجة. وبحط عليها معلقة ونص من لبن البودر. ومعلقة سكر او زي ما قلنا العسل الابيض. وبحط عليهم اه الزبادي. وبحط كمان الفاكة اللي انا عايزها سواء موزة او فراولة او اي حاجة. وبضربهم في الخلاط. واحطهم على بعض. يبقى عندي زبادو من غير ما يكون عندي لبن حليب. بس شوية الزبادي. معلقة الزبادي هي اللي موجودة عندي. يبقى انا كده جبت المية المتلجة هوت. هعملوا مسلا كوكتيلا. هحط فراولة على موز. وهنا اللبن البودر مع السكر. بعد كده ممكن احط موز ممكن احط فراولة واضرب كل ده مع الزبادي. خدهم بعد كده اضربهم في الخلاط. ويبقى عملت ايه الولادي? مشروب الزبادو اللي بيحبوه باقل حاجة اقتصادية. فهضربوا في الخلاط وهجيبه لحضراتكم تاني. بس المنطقة دي كده. مشروب الزبادو. ملا ان مشروب الزبادو كوكتيلا موز على آآ فراولة. يعني ممكن سمرت فراولة مع آآ نص موزة آآ مع علاقة زبادي مع علاقة لبن بوضر. حط شوية مية متلجة. او في يعني لو في لبن ممكن تحطي نص لبن على نص مية متلجة. او اللبن الموجود للحليب آآ او لبن علاقة او اي حاجة. ممكن تضيف عليها. وتعمليها زي ما عملنا هنا في الزبادو بالموز. زبادو بالفراولة. زبادو ده كوكتيلا اللي هو كان موز على آآ سمره من الفراولة. وده كده طريقة اقتصادية جميلة جدا للزبادو. مشروب حلو منعش ايه? في الصيف. اتمنى تكون الفكرة وصلت وعجبتكم. واه اه اه اضافة العسل الابيض ليه? وفيديتها ايه?